موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة والسيدات طبتم وطابت لكم الأوقات و أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة حضر موت الفضائية من المكلة نستهلها بأبرز العنوين رئيس مجلس القيادة يبحث مع السفيرة الفرنسية الدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية نائب وزير الأشغال يبحث مع مسؤولة أممية دعم مشاريع البيئة و يشيد بمشروع خور المكلة في تحويل مصبات السيول إلى البحر محافظ حضر موت يفتتح و يضع حجر الأساس و يتفقد عدد من المشاريع بمديريتين الشحر و الديس الشرقية و من الإجازة إلى التفاصيل حياكم الله بحث رئيس مجلس القيادة الرئيسي رشاد العليمي مع السفيرة الفرنسية كاترين كامون الدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية و المالية و استعرض اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية و المالية المدعومة من الأشقاء و الأصدقاء و الدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات و الإجراءات الحكومية لإحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية على المنشئات النفطية و خطوط الملاحة الدولية بل و خطوط الملاحة الدولية و تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين و المستجدات المحلية بما في ذلك المساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان و أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية بين البلدين و بموقف فرنسا في فهم و مقاربة القضية اليمنية متطلعا إلى دور أوروبي فاعل على هذا الصعيد بحث نائب وزير الأشغال العامة و الطرق محمد ثابت في العاصمة الموقتة عدن مع المنسق الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سابين سقر و مدير برنامج البيئة في اليمن حسن بورتو عددا من القضايا ذات الصلة في مجال الحفاظ على البيئة و المشاريع المصاحبة للبيئة و تطرق نائب وزير الأشغال إلى جهود الوزارة في تنفيذ عدد من المشاريع و منها مشاريع إصلاح أضرار الكوارث و تجارب بلادنا في مجال مشاريع الحفاظ على البيئة مشيرا إلى مشروع خور المكلة في الإسهام بتحويل مصبات السيول في حضر موت إلى البحر و دعا نائب وزير الأشغال البرنامج الأممي إلى دعم مقترح اليمن في إنشاء صندوق لإدارة الكوارث لدعم البلدان العربية المتضررة من الكوارث الطبيعية و دعم الوزارة في مجالات إعادة الإعمار و الدعم الفني و تأهيل الكوادر من جانبها استعرضت المسؤولة الأممية لأنشطة و البرامج في المجالات البيئية مؤكدة دعم البرنامج الأممي للمشاريع البيئية في اليمن افتتح محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي ووضع حجر الأساس وتفقد عددا من المشاريع بمديريتين الشحر و الديس الشرقية وتفقد المحافظ بن ماضي سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل الشوارع الداخلية لمدينة الشحر وتوسعة المدخل الغربي للمدينة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع و افتتح بن ماضي مشروع إعادة تأهيل منشآت نادي وحدة الحامي التي تشمل بناء مدرجات جديدة لملعب كرة القدم وإعادة تأهيل ملعب كرة الطائرة ورصف مدخل النادي وإنارة ملعبي كرة القدم والطائرة بتمويل من السلطة المحلية ووضع محافظ حضر موت حجر الأساس لبناء وبدء العمل في أربعة مشاريع تربوية في مديرية الديس الشرقية والشحر تشمل بناء مدرستين من ستة فصول دراسية مع ملحقاتها ومجمع تربوي من أربعة عشر فصلا دراسيا مع ملحقاته ومدرسة من اثني عشر فصلا دراسيا وملحقاتها وتفقد محافظ حضر موت محطة كهرباء مديرية الديس الشرقية مطلعا على عمل الفريق الفني من المؤسسة العامة للكهرباء والتدخل السريع لمعالجة العطب الذي شهدته بعض مولدات المحطة موجها بسرعة إصلاح المولدات وتوفير قطع الغيار وكان محافظ حضر موت قد وصل إلى مدينة المكلة في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية دامت نحو شهر التقى خلالها الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة والبرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن أنا الحقيقة أولاً أبناء محافظة حضر موت بشكل عام ساحلاً ووادياً نحن أتينا بعد رحلة عمل استغرقتها قرابة الشهر طبعاً كان العمل هنا على وثيرة عالية من الأخوة الأمين العام والأخوة الوكلة وهذا يدل على أن هناك العمل مؤسسي في هذه المحافظة نطمئن عليه وصلنا جميعاً لهذا البرنامج عدد من المدارس وضعنا الحجر الأساس فيها وتفقدنا الكهرباء كهرباء الديس وجهناهم بأن يتم ترميم هذه المولدات التي وجدناها خرجت عن المنظومة ومنظومة الكهرباء افتتح وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحر عامر العامري معمل أجهزة الكمبيوتر بكلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون الممولي من السلطة المحلية وتعرف وكيل المحافظة من عمير كلية العلوم التطبيقية الدكتور فهم الكثير على المجالات التي سيتم العمل عليها من خلال المعمل الذي يحتوي على 42 جهاز كمبيوتر بمواصفات حديثة مع احتياجات المعمل التأثيثية كافة والذي سيسهم في قيام الطلاب بتطبيق ما يتلقونه من معارف علمية ونظرية وأكد الوكيل العامري وقوف السلطة المحلية مع جامعة سيئون وتقديم كل الدعم اللازم وفق الإمكانيات الممكنة والمتاحة في سبيل تقديم مخرجات تعليمية تتلأم مع التقدم العلمي المتسارع ترأس محافظ المارى محمد علي ياسر اجتماعا موسعا ضم مديرية المكاتب والهيئات الإرادية بالمحافظة لمناقشة مستوى تحصيل الإرادات المحلية والمركزية والمشتركة على مستوى المحافظة والمديريات وحث المحافظ بن ياسر على بذل المزيد من الجهود ورفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد والتنسيق لتجاوز التحديات وتفعيل دور العمل المؤسسي والرقابي موجها بتدليل جميع الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب الإرادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى تحصيل الأوعية وتوريدها وفقا للقانون واستعرض الاجتماع الجوانب المتعلقة بتحسن وتنمية آليات التحصيل للموارد والأوعية الإرادية المستحقة قانونا للدولة بما يسهم في رفع تحصيل الإرادات وقر الاجتماع تشكيل لجنة من مكاتب المالية والموارد والضرائب والواجبات لمتابعة الجهات الإرادية ووضع آلية تنظم عملية الإرادة وتفعيل التحصيل في مديريات المحافظة عموما ورفع المقترحات لمناقشتها لإقرارها من قبل السلطة المحلية بما يتناسب مع الوضع الحالي افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبدربو هشلا مبنى قيادة الأمن العام بمديرية عتق بدعم من دولة الإمارات العربية الشقيقة وأشاد هشلا بمواصلة دعم الإمارات لجهود عادة بناء الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتمكينها من تأدية وظائفها على الوجه المطلوب واستعادة دورها في محاربة الجريمة وتعزيز دعايم الأمن والاستقرار بالمحافظة وحماية مصالحها العامة والخاصة واستعرض مدير أمن المحافظة العميد فواد النسي التدخلات النوعية لدولة الإمارات في القطاعات الأمنية بالمحافظة لافتا بمواصلة دعمها لبرامج إعادة بناء القدرات البشرية والتقنية لها وتزويدها بوسائل المواصلات والعمل على إعادة تأهيل مباني قيادات أمن المحافظة وشرطة الدوريات والطرق والقوات الخاصة وإعادة تأهيل مباني قيادات الأمن العام في خمس من مديريات المحافظة اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبدربو هشلة ومعه المدير العام لشرطة شبوى العميد فواد النسي على مستوى سير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في شبوى والخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على الوثائق الشخصية واستمع هشلة من المدير العام لفرع المصلحة في شبوى العقيد صالح فهيد إلى شرح حول نشاط المصلحة ومستوى تقديم خدماتها للمواطنين للحصول على الوثائق الثبوتية وما أنجزته المصلحة خلال العام الماضي والذي جرى خلاله صرفوا خمس واربعين ألف بطاقة هوية وثمان وثلاثين ألف شهادة ميلاد واربع آلاف وتسعمائة وتسعة عشرة بطاقة عائلية دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات التدريب والتمكين في مديريتين المكلة وسيئون ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن وتم تدريب المستفيدات في مجالي الخياطة والتطريز وصناعة الأغذية والمعجنات فضلا عن تقديم الدعم المهني والحرفي لربات أسر الفتيات اليتيمات وتزويدهن بحقائب وأدوات المهنة وأكد مجير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحة لحضر موت سالم باجابر الاهتمام بمثل هذه الشريحة من المجتمع وإشراكهن في التدريب وتمكينهن اقتصاديا مثمنا دور المملكة العربية السعودية ممثلة بدراعها الإنساني مركز الملك سلمان لغاثة على تمويله مثل هذه المشاريع يذكر أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن من خلال توفير التجهيزات الأساسية لإحدى وعشرين مدرسة وتقديم برامج تدريبية لتنمية قدرات المعلمين والموجهين وتجهيز أربعة وستين من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح وتمكين مائتين وثمانين من معيلات الأسر وأولياء أمور الطلاب وتنفيذ أربع عشرة حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين شهيدا وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وعشر إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي وقالت الوزارة في بيان صحفي في اليوم السادس والتسعين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع عشرة مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها مائة وسبعة وأربعون شهيدا ومائتان وثلاث وأربعون إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم أظهرت لقطات مذهلة قوة هائلة لدى أنثى الحبار الأسود العينين وهي تحمل آلاف البيوب عبر المحيط لعدة أشهر دون أن تتركها مرة واحدة وأوضح معهد شمدت للمحيطات الذي رصد اللقطات النادرة قبالة سواحل كوستاريكا أن الحبار الحاضن لا يستطيع السباحة بسرعة كبيرة وقد يكون فريسة سهلة للثديات البحرية التي تغوص في أعماق البحار وتتمسك الأنثى بحوالي ألفين إلى ثلاثة آلاف بيضة مغلفة بغشاء على شكل أنبوب يفتح من كلا الطرفين وتمد وتسحب دراعيها بلطف لتدفق الماء المنقفض الأكسجين عبر كتلة البيض الأنبوبية وتقدر فترة تطور البيوض بما يتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر وتعد فترة طويلة للغاية تمر بها الأم دون طعام وعند مواجهة التهديدات يستطيع الحبار نقل بيوضه بسرعة إلى مكان آمن ولكن مع نضوج البيوض يضعف لذا فإن قدرة الأنثى على الفرار بأمان من الخطر مع جميع صغارها تصبح معرضة للخطر بشكل متزايد ختم النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس مجلس القيادة يبحث مع السفيرة الفرنسية الدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والمانية نائب وزير الأشغال يبحث مع مسؤولة أممية دعم مشاريع البيئة ويشيد بمشروع خور المكلة في تحويل مصابات السيول إلى البحر محافظ حضر موت يفتتح ويضع حجر الأساس ويتفقد عددا من المشاريع بمديريتين الشحر والديس الشرقية وختام النشرة نشكركم على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه ودمتم في حفظ الله تعالى ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة